بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة أمه دا السلام عليك يا رسول الله عندما سندخل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نسلم عليه عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل سلامه على قلوبنا سلاما وبركة ويجعلنا في حضرته صلى الله عليه وسلم نذوق حلاوة الواصل للربان الذي يكون فيه حضرته صلى الله عليه وسلم السلام على الأنوار اللي بتكون وإحنا قاعدين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نحيا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نجلس بين يديه ونرى جمال معلمنا إياه ونرى جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم عشان تطيب قلوبنا وخاصة ان الحديث اللي احنا نتكلم عنه النهاردة حديث يتكلم عن القلب عندما يسأل المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فيقول له تعريفاً للإسلام جميل لابد نحن نعرفه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة هذه الرواية رواها سيدنا الإمام أحمد في مسندي تعالوا نسمع الرواية دي لأنها رواية ليست مشهورة كثيرة عندها كثير من الناس وهي رواية حسن أن الصحابي الجليل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة تخيلوا صحابي جليل بقى له فترة وهو بيحاول يعرف ويعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فبقى له فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعارف أل كان الإسلام كويس ومع كده يروح يسأل النبي عن الإسلام تعالوا نقف شوي هو الصحابي بيقول وكأنه ممكن يكون اللي هو عايز يسأل حضرة النبي عنه يعني ما السر الذي في الإسلام ما النور الذي في الإسلام ما الشيء الذي إذا فعلته أحسست بنور الإسلام وبسعة الإسلام وكأنه عايز يعرف جوهر هذا الدين عايز يعرف أكتر حاجة ممكن توصل الإسلام إلى حشاشة قلبه فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يعرفه للإسلام حضرت النبي عرف مراده عرف أنه مش بيكلم عن الإسلام عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لكنه عرف أنه يتكلم عن معنى أعمق من ذلك للإسلام وخلينا أقول لكم حاجة مهمة جداً بيعلمهن الحديث ده ومتعلمهن أحاديث كثيرة فاكرين حديث رسول الله عليه وسلم لما قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين إن هذا الدين متين فأوغروا فيه برفق فلن يشد هذا الدين أحد إلا غلب فأوغروا فيه برفق يعني إيه؟ حضرت النبي ما قالش إن الدين دوت مفوش إيه؟ مفوش عمق لا قال أنه له عمق ولكن علينا أن نوغل فيه برفق من ذلك إن أنت لما تسمع حديث جبريل فلما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيله فقال صدقت لكن هنا بقى في عمق بقى يعني آه عن نأتي بالشهادة ونأتي بالعبادات الأربعة لكن في عمق بقى هنا الحديث ده بقى الميزة في هذا الحديث أنه يربط ما بين الفعل وعمقه يعني يربط ما بين الصلاة والزكاة من جهة ويربط ما بين دوته وما بين إيه حكتين مهمين زي ما جاب الصلاة والزكاة وإحنا عناعمل كده مصفوفة من هذا الحديث هنقدر نفهمه أتى بالصلاة والزكاة من جهة وآتى بإيه بأن تسلم القلب وأن تولي وجهك إلى الله يبقى حكتين يبقى هنا أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك لله سبحانه وتعالى وكمان عندنا الصلاة والزكاة المفروضة فلما سألوا عن الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ومعنا أن تسلم قلبك لله أن تجعل قلبك خالصا لمولاك وساعتها سيكون سليما ليه بقى لما نسمع قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم عارفين يعني إيه قلب سليم يعني إلا من أتى الله بقلب على فطرته على ما خلقه الله عليه لأن أصحاب القلوب السليمة هم أصحاب النجاح ولذلك لو أنت عايز تعرف يعني إزاي أصحاب القلوب السليمة هم أصحاب النجاح تذكر قوله تعالى وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سليم يعني إيه يبقى إذن الإنسان إذا أتى الله بقلب سليم ينجو طب القلب يسلم من إيه يسلم من كل ما فيه أمرين استجابة للنفس الأمارة بالسوء واستجابة للشيطان يبقى مين الله يفسد القلب ده خلينا أذكركم أن الشيطان لما الله صبح تعالى خلق الإنسان وخلق وصور سيدنا آدم وسألت مولانا سبحانه تعالى الملائكة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وأعلم آدم الأسماء كلها فالشيطان عرف أن العلم ربنا خلق العلم في آدم والعلم في الإنسان عشان يبقى حجاب له ووقاية له من الفساد وزيك العلم هو الذي سيجعل الإنسان يحافظ على سلامة القلب لما يروح في هذا الاختبار عشان يبقى في معنى لسلامة القلب فربنا جعل الإنسان في هذا الاختبار ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها يعني اللي هيكون فألهمه اللي هيمشي مع الفجور ده الذي دسها ومن اللي هيمشي بقى إيه اللي هيمشي مع التقوى هو الذي نجاه يتقي الله سبحانه تعالى فإله يا حسن فينقي قلبه من كل السواد من الغل والحقد والحسد والكر والشح كل دي أفات القلوب وأمراض القلوب أمراض القلوب اللي مين بيأتي بها اتنين الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الشيطان والنفس الأمر بالسوء هذا التحالف الذي بين الشيطان والنفس الأمر بالسوء يبقى الإسلام أن تسلم قلبك لله فإن يحصل تسلم قلبك لله خاليا ممن سواه فإن اللي حصل والذات لما سألوا الإمام من جنيد فقالوا له يعني الأعمال كثرت علينا والتكاليف كثرت علينا وهناك اختبارات شديدة علينا بتبقى صعبة فكيف الخلاص يا إزاي نوصل وإزاي نتخلص من كل هذه هذه الأعباء وهذه التحديات وهذه الامتحانات وهذه الفتن قال أن تقبل على الله بقلب مفرد بتوحيد مجرد يعني أي قلب مفرد يعني القلب ده ليس فيه إلا الله وأنا أقول لك حاجة عشان تعرف تسلم قلبك لله يعني إيه أول باب كده عشان تسلم قلبك لله الحكمة اللي أنا بحب دايما أنا أقولها لأحبابي اللي هي بتقول إيه لن تنال حقيقة التوحيد إلا بتفريدين لازم التفريدين التفريد الأولاني أن تفرد الله في حبك له وده كل الناس بتدعين أنني أحب الله أكثر من مالي وولدي ونفسي التي بين جنباي يبقى ده وتقلوا إيه أن تفرد الله في حبك له هو ده وتمعنا كده أن أنت تحب الله سبحان تعالى أكثر من حبك لمالك ولديك ونفسك التي بين جنباي يبقى أنت كده فردت الله سبحان تعالى في حبك له بس ليس فيه تفريد تاني إيه له التفريد تاني أن تفرد الله في حبه لك ليه بقى إيه اللي خلين أقول إن ربنا بيحبني حاجة مهمة جدا لأن الله تودد إليك في الأزل وهو على وده لم يزل أنا دلوقتي وأنا بكلمكم أنا بكلمكم بمدد من؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فأنا بكلمكم وإنتوا سمعيني دلوقتي سمعيني بإيه؟ بمدد الله فهو تودد إلينا في الأزل في حد يحفظنا بمثل هذا الحفظ في حد يكرمنا بمثل هذا الكرم يبقى أنا لن أنا لحقيقة التوحيد ولن أنا لحقيقة تجريد قلبي إلا إذا جردت قلبي إلا إذا فردت قلبي بالتفريدين دول إلا وقت إيه؟ أن أفرد الله في حبه في حبي له وأن أفرد الله في حبه لي فأنا مش هيبقى قلبي سليم لونة لا أحب الله ومش هيبقى قلبي سليم لونة ماذا يقنتش من حب الله سبحانه وتعالى ليه طيب لماذا يفعل كل هذا معه سبحانه وتعالى؟ لأنه يحبني يحبني لي لأنني خلقه فإذا كنت أنا خلقه وأنا أريد أن أحبه وأريد أن أعرف حبه دي ولذلك العارف هو الذي ذاب في حب الله فأصبح يذوب ليشكر نعمة الله على حبه له فطول الوقت إيه؟ ويعني إيه نعمة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأْزِيدَنَّكُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا بِيَقُولْ فِي الْأَوْلِ خَلِصْ عَلْشَاً نِفَمْ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا طب نعمة الله لو أعطاها أعطاها لي التي لا أحصيها أعطاها لي بثمن خالص بلا ثمن فهل أحد أعطاني كل هذا بلا ثمن إلا الله؟ إذن هو يحبني ما معنى يحبني؟ يريد أن ماذا؟ أن أعيش حياة طيبة يريد لي الرحمة يريد لي الخير يريد لي الجمال ولذلك كتب الله الإحسان على كل شيء فأنا هنا في ضيافتي ماذا؟ في ضيافة الودود الكريم فبيضايف مين؟ يضايف من يحبه ولذلك لو لم يكن يحبني لعذبني وأجعل حياتي جحيماً ناراً موقداً فس ما حصلش هو بينعمني وقال لي كمان على طريق أعيش بي وقلبي سالم اللي هو قال لي إيه؟ وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وأعيشني كمان في سلامة القلب لما قال لي إيه؟ أليس الله بكاف عبده وأعيشني كمان في السلامة لما قال لي الله لطيف بعبادي فكذا قلبي بأسالم قلبي بأسالم لابده جوهر الإسلام جوهر الإسلام أن أنا أجعل قلبي يسلم بإيه؟ بأن أفرد الله سبحانه وتعالى بحبي له وأن أفرده بحبه لي وعشان كده أحد وأهم مهان الإسلام اللي ربنا مدح بها الصحابة الكرام هو سلامة الصدر والذين تبواءوا الدار والإيمان والذين تبواءوا الدار والإيمان من قبلهم ما لهم يسلم؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وعلشان كده لما رجل سأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك يبقى إيه لي أن أكاس بتاع أن يسلم قلبك؟ أن الناس تسلم من لسانك ويدك يبقى كمان سلامة القلب أنه لا يرغب إلا فيما أتاه الله سبحانه وتعالى ولا يرغب إلا فيما عند الله اللي بيسميه علماء التربية وعلماء الإقبال على الله سلامة القلب عما سواه اللي هو من سلامة القلب من الأغيار وتنوي السلامة من الناس بألا تظلمهم وأن لا تظلم نفسك وتعطي كل ذي حق حقه وإيه اللي حصل وبعد القلب السليم يجي بقى التوجه السليم أن أنت تتجهي إلى الله حاجة كده زي جمال أن الواحد لما يتجهي إلى الله ويحب الله وقلبه يتعلق بالعبادة كده إيه اللي حصل فلن يولي أنك قبلة أن ترضاه فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما القلب يسلم كده إيه اللي حصل أن تولي وجهك إلى الله ولما تولي وجهك لله سبحانه وتعالى تعرف إنما المقصد لا يكون إلا لله وإن المقصد مش الناس ولا المقصد الدنيا إنما المقصد هو الله سبحانه وتعالى ودي أحسن طريقة يعيش بها الإنسان إنه يولي وجهه لله سبحانه وتعالى وعشان كده إن الإنسان لما يولي وجهه لله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويجعله في أعلى المراقي ويجعل تسليم وجهه لله سبحانه وتعالى ينزله في منزلة المحب قول زيك ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن طب إذا هو بقى محسن إيه والله يحب المحسنين يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلاه يسلم وجهه له ليصبح من أحبابه فيصبح من أحباب الله سبحانه وتعالى فربنا ما جعلهش يسلم وجهه ويوجه وجهه له سبحانه وتعالى إلا اللي جاي يجعله من أهل المحبة ولذلك سيدنا إبراهيم إيه اللي يحصل وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفة يبقى إيه وما أنا من المشركين يبقى إذا توجيه الوجه يجعل القلب بعد السلامة موحدا لله يبقى لا يرى إلا الله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك ولذلك لما سألوني كيف أرى الله قلت أن تتأقن أنه يراك لما تتأقن أنه يراك هتعيش أن أنت مع الله سبحانه وتعالى ولذلك هنا بقى تشعر بحلاوة أنك تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى وترى أنك في حضرة مولاك فإن لي يحصل فكل بقى توجهاتك وكل سعيك في الحياة يكون وأنت تقصد وجه مولاك سبحانه وتعالى ولذلك لازم أنت وانت بتسير في حياتك تعالج قلبك بإيقاظ قلبك دائماً بأنك متجه لله سبحانه وتعالى وإزاي تعمل الكلام ده أن أنت تسأل نفسك قبل العمل إلى أين أنا أذهب لازم يكون جوابك أني ذاهب إلى ربي سيهديه وأن معي يا ربي سيهديه فتكون أنت بالأساس وإنت في بداية العمل تجعل نيتك في العمل تلفت وجه قلبك إلى الله يبقى إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالاتجاه أن توجه قلبك إلى الله فتجعل النية تأخذ قلبك إلى الله يبقى لابد في كل عمل يكون عندك نية والنية دي تأخذ قلبك لتوجه قلبك يعني يعني توجه قلبك إلى الله تطلب مولاك حتى في أكلك في شربك في سيرك في عملك في تعاملك مع الناس توجه قلبك لله تاني حاجة وانت في العمل بقى خلاص انما العمل بالنيات وانت اثناء العمل تتحقق بنظر الله الى هذا العمل فتقف وتذكر نفسك بان الله ينظر الى عملك فإلا حاصل فضغط عيادك على قلبك وتقول يا نفس استحي فلا يديق ان يرى الجميل قبيحا في عملك كل ما تجي توقف كده تذكر نفسك طلوقتي وانت في اي عمل تقول يا نفس استحي لا يديق أن يرى الجميل أن يرى الجميل قبيحا في عملك ولذلك كده لازم نبقى كده طب وحنا في أثناء العمل اعمل ايه انا دايما بحب ان اعلم احبابي دعاء انا بسميه دعاء دوام المعية بقول في ايه في دعاء المعية دي يا من انت معي طهر بصيرتي ومسمعي حتى اراك في كل شيء معي يا سيدي وراحمي ترفق بعبدك واقبل توبتي وتزللي واجبر بلطفك خاطري وتوجعي واسمع فؤادي واسمع فؤادي خطابة ودك بأنك على الدوام معي لازم نعيش مع الله سبحانه وتعالى وفكرة ان انت مع الله تخليك تشعر بالامان ودائما لابد ان انت تدعو بهذا الدعاء عشان تعيش وقد اسلمت قلبك لله وتعيش وقد وجهت وجهك الى الله يا من انت معي طهر بصيرتي ومسمعي حتى اراك في كل شيء معي يا سيدي وراحمي ترفق بعبدك واقبل توبتي وتزللي واجبر بلطفك خاطري وتوجعي واسمع فؤادي خطاب ودك بأنك على الدوام معي يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين فاصل ونرجى مع حضراتكم عشان نقرأ اسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسروا ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة ومنخصص له وقت زي الوقت اللي احنا قاعدين دلوقتي نجاوب على اسئلتكم المباركة متنورين بمجالس العلم واول سؤال وصل لنا بيقول انا زوجي بيلعب لعبة عبارة عن اكاونت بيشتريه وبيلعب عليه واللعبة عبارة عن وحوش بيقتلها وبتقع من الوحوش اشياء وهو بيجمعها وبيبيعها في منصة خاصة باللعب وبيحولها لفلوس هو بيقول مش فيها قمار هل الفلوس دي حلال ام حرام برجاء الرد وبيقض عليها عدد ساعات معينة هو اللعبة بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن انه هو بيلعب وبيواجه وحوش وبيقع منه لما بيقتل الوحوش دي بيقع عملات وبيجمع العملات دي ثم بعد ذلك بتتحول العملات دي الى كثير من بتتحول العملات دي بعد كده او بتحول لحاجات اللي بيعملها من اشاء سيوف او دروع بتحول بعد كده الى عملات ممكن بعد كده ياخدها كفلوس نقدية تتحول في حسابه عن طريق الاكاونت بتاعه الالعاب دي كلها بتأتي من فكرة اساسية هي فكرة ايه فكرة الصدام وفكرة ان انت بتقابل وحوش خلينا بس اقول لكم في سيكولوجيا اللي احنا لما قعدنا وقعدنا حللنا ودرسنا ده في عدد من مراكز الابحاس وعدد من الدراسات اللي بتتكلم عن مثل هذه الالعاب ايه اللي بيحصل في الالعاب دي الالعاب دي بتورر في اسناء الالعاب دي حاجات كتيرة في غاية السوق احنا لو نتكلم على ان شخص بيلعب ثم بعد ذلك يكافأ ويحصل على الاموال دي لو نظرنا بالنظرة المجردة دي انه هو بناء على اللي هو عمل وبذل اخذ اموال والاموال دي بتكون على سبيل العطية وان هي دي جو عالة فدي جو عالة وخلاص ويبقى الاموال ده حلال صح التفكير بالطريقة دي البسيطة هيخلي الاموال ديت عبارة عن ايه اموال حلال لكن انا عندي مشكلة بقى اساسية تانية ايه المشكلة الاساسية التانية لو كانت المسألة بهذه الطريقة هو ماينفعش انه هو في الدور الواحد يوقف اللعبة ويرجع تاني فيه العاب ماينفعش لازم يخلص الدور ده كله لانه لو خرج بيبتدي من جديد فيه اللي يحصل فهو لازم على الاقل مثلا ان يوعد اربع خمس ساعات لغاية ما يقفل ويحصل على المكافأة بتاعته فيه اللي يحصل اول حاجة ان الالعاب اللي بالطريقة دي بتصيب العقل بشوية حاجات اول حاجة تصيب العقل بخلل فيما يتعلق بما يعنيه يعني ينسى هو موجود في الحال ويتحول العقل الى سفساف الامور وتافه الامور ولابد ان احنا نربط بخط نازم اللي بيحصل ده في الالعاب دي بالناس اللي بيطلعوا يعملوا اي حاجة على التكتوك عشان يحصلوا على فلوس فبقت القضية ان احنا نحصل على فلوس مهما كنا تفيين مهما كنا بنعمل اي حاجة يعني مثلا لو سألنا الناس وانت بتتعلق وانت بتلعب اللعبة دي بتحصل ايه يقعد يتمح الكلام ان هو بتعلم التفكير الاستراتيجي عشان ازاي هيقدر يخطط عشان يقتل الوحوش دول كلام صعب قوي تما تروح تاخد بدل من انت قاعد كده كورس في التفكير الاستراتيجي او تتعلم التفكير الاستراتيجي او تقرأ كتاب في التفكير الاستراتيجي على اقل انت لما تقرأ الكتاب عقلك بيتتسع وانت قاعد قدام اللعبة دي عقلك بيضيق لان انت عندك مسارات اللي محددة واضع اللعبة دي فهو قاصد ان هو تمشي في المسارات بتاعت اللعبة دي فانت ما بتفكرش انت متصور ان انت بتفكر انت بتمشي في المسارات اللي رسمها واضع اللعبة دي انت متفكرش في الحقيقة كثير من الناس كثير من اولادنا يقول لا ده احنا بنفكر وبيوسع طريقتنا الحقيقة يعني الدراسات بتقول ان الزكاة الانسان بينخفض بمقدار دا يممتو في المنكوس امام هذه الالعاب امام هذه الالعاب فيبقى اول حاجة هونك ضرر على العقل بشكل كبير جدا 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 على العقل الانسان هناك ضرر كمان على وجدان الانسان ايه ضرر ان هو يحس ان الحياة من غير ما بيشعر دا بيدخل في شعور العمق ان الحياة متوحشة ان الحياة شارثة شارثة الحياة اللي هي ايه اللي هي نعمة ربنا فحس ان الحياة دي عبارة عن غابة وعبارة عن وحوش وانا ادخل الحياة لابد ان انا اتعامل مع هؤلاء الوحوش فبيزيد في نفسية الشخص دا حبه للصراع والصدام في بحث لسه ما تمش بس في ابحث شبه دا حدثت في كثير من مراكز الابحث ادي ايه الشخص اللي بيلعب الالعاب دي بيبقى التنفسية بتاعته تنفسية شرسة مع زملائه في العمل او في حياته العادية لانه هو تعود على مش على منافسة تعود على قتال الوحوش فهو من غير ما يدري في شعور الاعماق لما حد بيحاول يتعد عليه او حاول يهدده بيطلع نفسية مقاتل الوحوش فيشيطن اللي قدامه او يتعامل معه على انه وحش ولذلك دا اللي خلى الجرائم في الاوقات اللي احنا فيها دي تبقى جرائم بشعة بالصورة لم نكن نتصورها من قبل ليه لان اصبح الناس بيتعاملوا وهو ما بيعملوا وحوش مش بيعملوا بنا ادمين هو مش عارف هو مش عارف دا ان دا جاي في شعور الاعماق فبيطلع فهو بيتعامل بوحوش انا مكلم حدريك عن كل الدراسات اللي موجودة في مراكز الابحث فهو بيتعامل على انه بتعامل مع وحوش وساعات بتيجي بداية الفكرة ان اذا كنت انا قدرت اتعامل مع الوحوش وكتير من الناس من اللي بيروحوا يلعبوا الالعاب دي بيبقى رايح للالعاب دي عشان يزداد ثقة بنفسه ويواجه المخاطر فبيرجع الى الحياة بنفسية التعامل مع الوحوش وكأنه النفس بتقوله ده انت غلبت الوحوش في اللعبة مش هتقدر تغلب الوحوش اللي قدامك دولة في الحياة انت مالك عققتك كده انا عققتش دنيا اللي بيقول لحضراتكم اللي بيحصل واذا بيكونتوش اعودوا شوية واسمعوا من اولادكم اللي بيحصل والولد عايجي بيقولك ببساطة خلاص انا بلعب بس ايه اللي حصل لما تيجي تقعد بقى معاه وتخليه يحكي عتلاقيه بيحكي على ان الحياة تلاقيه بيحكي حاجات كده على ان الحياة صعبة على ان الحياة قاسية على ان اه ده وحوش شغل وحوش ونزاك ايه اللي حصل لما الناس طلع في التطرف وفي الارهاب مصطلح ادارة التوحش الناس قابلت ده لان في الحقيقة في حاجة اسمها صناعة التوحش في الحياة كلها طب صناعة التوحش تحصل ازاي بمثل هذه الالعاب فيخرج الناس وحوش والناس بتقاتل وحوش وعادي جدا انه شيطان انسان اجعله وحشا فوجهه حتى في تعبيرات الناس لان بس تعرفوا ان احنا قاعدين بنحلل بدق حتى لما ييجي مثلا واحد يقولك ان احنا بدأت المخاطر تزيد او بدأنا نتعامل مع حاجة مستوى اعلى يقولك ايه ده احنا وصلنا لليفل الوحش يعني ايه يعني لما تروح مثلا في انترفيو وعتقابل اللجنة الاخيرة فانت بتقابل الوحش او لما تيجي تتخالق مع زوجتك والخناقة تزيد فانت وصلت الليفل الوحش فانت بتتخانق مع الوحش او هي بتتخانق مع جوزة او بتناقش مع جوزها فهي دلوقتي وصلت لايه لقاء الوحش فبقى مفردات التوحش موجودة في حياتنا انا عايز اقول ايه ببساطة خالص احنا ما ينفعش ان احنا نتعامل مع مثل هذه الالعاب بتفاه خالص انا لازم نتعامل مع الحاجات دي بعقل وبروية بس هو في الحقيقة مش هينفع نحكي كل اللي احنا حكيناه لأولادنا او اللي حكيناه دوت للناس نحكي لهم كل الفلسفة دي لكن احنا لازم نعتبره وانحنا بنفتي وعشان كده انا وان كنت قلت ان الفلوس اللي هو لعبها في دي مش لازم يعني عشان يبقى حرام تبقى امار لكن ممكن تبقى حرام او تبقى ممنوعة لان ده بيدمر الحياة وفيها اضاعة للوقت فهو يقول لي علي اللي انا عملته ده مش جلب علي منفعة الفلوس اللي انا خدتها ما انا قلت لك من اول لو انمشي على الكلام المجرد من هذه المعاني انت عملت عمل واخست عليك وعالى فهيبقى جائز ان انت تاخد من اموال دي لكن اذا نظرنا الى ما يتم من مساوء في نفسك فانا اكره ان الانسان ان يلعب هذه اللعبة لكن لا استطيع ان انا اجرأ ان انا اقول له لو حصل مالا من ده ان المال ده تبقى حرام لانه هو مفيش رهان ده في مراحل والمراحل دي بياخد عليها بتتحول اللي بيحصله في المراحل دي الى مال فانا ارى ذلك اقل ما يقال فيه بسبب كل اللي انا قلت ده ان هذا ان مثل هذا اللعب ما ينبغي ان يكون محزورا يعني قد يكون مكروها او قد يكون حراما للازى النفسي والازى الاخلاقي اللي بيحصل اللي بيلعب الالعاب دي وخاصة لو نظرنا الى شيء مهم جدا 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 وهو ما يسأ وهو ماذا وهو اضاعة الوقت اه صحيح ان ده ممكن تحصل اموال بس ممكن ما تحصلش حاجة فوضيع وقت ويأتي هنا سؤال هل سيظل المقوس بالساعات امام الالعاب لساعات طويلة مع ان الانسان بيفقد حلمه وبيفقد رؤيته وبيفقد ده مقوس الانسان ساعات طويلة امام هذه الالعاب هل ستظل هذه الالعاب شكل من اشكال اللهو المباح انا لا اراه الا وهو يدخل في اللهو المحذور اللهو المحذور مش لازم يكون اللهو المحذور الحذر بيجي منين بيجي من ان حاجة بتوصلنا الى الفحشة لكن ممكن توصلنا الى سواد الحياة وتدمرها وفساد الاخلاق والقيم ولذلك انا ارى ان الحياة ان الالعاب دي بهذا المسؤول عنه تليق بان تكون محذورة وليست مباح السؤال البعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله انا جوزي سيبني من سنة ومش بيصرف علي ولا على ابنه وانا كنت شايلة البيت كله من مصاريف ايجار انا لو طلبت الطلاق منه كده انا غلطانة هو الاحسن ان انت تطلبي الاصلاح بينكم انتو الاتنين ان يكون هناك اصلاح بينكم اتنين فانا شايف ان انت بتسأليني اعمل ايه لو اعتبرنا ان السؤال اللي انت بتسأله دي اعمل ايه فانا شايف ان ان الاجابة عندنا خطوتين الخطوة الخطوة الاولى ان احنا نجلس معا نجلس معا ونتحاور يبقى اول حاجة سنجلس ونتحاور الحاجة التانية سنأتي ببعض الحكماء ويكلموه على ان هو يتق الله لان اللي بو بيعمله دوات داخل في اعظم الاسم ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول فهذا من تضيعه من يعول وهذا فيه حرمة عظيمة طيب الحياة التانية بعد ما نشوف حد يجمعنا ويصلح بيننا ما وصلناش ده نذهب الى الخبراء نذهب الى الرشاد الزواجي عشان يصلح بيننا يبقى التلات خطوات دي قبل ما نروح للطلاق اذا فشلنا في ده خالص احنا علينا ان احنا نحافظ على اولادنا من الضياع وما نسيبش اولادنا يضيعهم فاحنا علينا ان احنا نحافظ على اولادنا من الضياع ولا نترك اولادنا ان هم يضيع حقهم وخاصة لو كانوا اطفالا صغارا فعلينا كمان ان احنا نرعى حقوق اولادنا مش بس ان احنا نكون قاعدين ومنتظرين ان نتصل اليهم حقوقهم لكن جزء من الرعاية ان نطالب بحقوق اولادنا عشان يظلوا في حياء منا ولا يعيشهم في حياة خطر يا سادة نتكلمنا النهاردة عن حديث من اجل حديث رسول الله وهذه الرواية بصفة خاصة في تعريف الاسلام لما سألوا الصحابي سأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما الاسلام قال ان تسلم قلبك لله وسألوا الصحابي كمان فقال ان تسلم قلبك لله وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كمان وهو يشرح للصحابي معنى الاسلام قال ان تسلم وجهك لله وان تولي قلبك لوجه مولاك وان تولي وجهك لله ان تسلم قلبك لله وان تولي وجهك لله وان تصلي الصلاة المكتوبة وان تؤدي الزكاة المفروضة الإنسان إذا أسلم وجهه لله وولى وجهه لله ذاق الحلاوة في العبادة فأصبحت العبادة كلها فأصبحت العبادة في حياته كلها هي معنى الحياة وأصبحت العبادة هي ضوء الحياة وجمال الحياة وسعتها سيهتف قلبه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم اجعلنا لله اللهم اجعلنا دائما نقبل عليك في كل نفس من أنفاسنا جرت قلوبنا من السوى واجعلنا يا ربنا من أهل محبتك ومن أهل الإقبال عليك واجعلنا يا ربنا من أهل سلامة القلوب ومن أهل القلوب التي لا تعرف إلا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين